السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهارنا ان شاء الله نتكلم عن ناش الحمام من البلاكونة سواء حمام زاجل او حمام بزار طب عن ناش البلاكونة ده اختلف عن ناش تدرية في البلاكونة مش لازم انت تقول له الجو الاول تدشر الاول لكن لازم ياخد على البلاكونة الاول وعشان كده احنا مش بنخطه في حاجة عادية يشوف الجو لكن بنخطه في الارض يعني هتنش من الارض مش من الدور العالي يعني هنا مثلا زي ما انتو شايفين رأتي بحطتهم على الارض دول الزاج الوسترالي انا كان ممكن يحطوهم مثلا في حاجة عالية زي كده بحسبوا شايفين الجو لكن انا مش محتاج ان هم يشوفوا الجو دلوقتي انا محتاجهم يشوفوا الارض ويحفظوا البلاكونة ليه؟ لشان حمام البلاكونة لو متعودش على ارض البلاكونة لو هو مثلا في دور عالي وفتحت انت البلاكونة او عندك اي دخل البلاكونة او اي حد هتلاقي بيجري فكده هيديع منك لكن لازم بقى متعود على ارض متعود على الناس اللي في البلاكونة بحيس ان اي حد يدخل البلاكونة ويخرب الحمام ميجري شو بقى عارف ان هو ده مكانه ما يبقاش خايف دايما هم الوقتي طبعا زغالين لسه مش يخدوين على المكان وصغيرين لكنه على الوقت هياخذوا على المكان وهنوريكم ان شاء الله ان هم هيبدأوا يتحركوا في خلال اليوم ده اول مرحلة في نشي البلاكونة وهنفضلهم بعد كده اللي هي العين التحت ان هي خالص ديت بحيس ان هي دي بقى مكانهم بس لو احنا حطناهم في العين دي من دلوقتي هم مش هيشوفوا الدنيا برا عاملة ازاي مع ان هم خايفين هيفضلوا جوه العين فانا اجابرهم ان هم هيفضلوا برا دلوقتي عشان زي ما احرقهم شايفين عملين يبصوا يمين وشمال يشوفوا البلاكونة ويشوفوني وانا قاعد ما في البلاكونة والحيس ما يخافوش مني بعد كده وشوية شوية هم هيطلعوا هينزلوا على الصور ان شاء الله ان شاء الله هنتبع الكلام ده كله لكن هي دي اول مرحلة ان انت تحطهم في ارض البلاكونة تحط لهم المية والكلفة وتسيبهم وتخش وتطلع عادي ولو ابنك او اي حد معاك في الشقة يخش ويطلع عادي لازم يتعودوا على الناس اللي في البلاكونة الناس اللي في الشقة هس يبقى عارفين اهو شايفين اول داول هيدا يتحرك على الاكل لقد اعتقدتهم لقد اعطيتهم لقد اقتلتهم لقد اعتقدتهم بما اقتلتهم ولماذا أعطاء اول ميلا ولماذا أفتق؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة